الدولة نجحت بشكل كبير في خطة الإصلاح الاقتصادي اللي اتعاملت في 2016 وكان لها نتائج إيجابية سواء فيما يتعلق بمعدل النمو أو حجم التشغيل وكمان تراجع معدلات البطالة وزيادة الاستثمار لكن طبعا مما لا شك فيه بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية العالم كله تأثر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا ومصر الجزء بطبيعة الحال طبعا من هذا العالم عشان كده الدولة خادت إجراءات استباقية لتخفيف أثار الأزمة على المواطنين الأولى بالرعاية وفي نفس الوقت دعم وتشجيع الصناعة والاستثمار إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الذي تأثر بما حدث في البلاد منذ عام 2011 حيث ارتفع التضخم والبطالة وتوضعت معدلات النمو الاقتصادي وفي عام 2016 أعلن رئيس عبدالفتاح السيسي عن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية وبدأت أثاره الإيجابية تظهر بشكل واضح على معدلات النمو والتشغيل والاستثمار ولكن في عام 2020 تضرر الاقتصاد المصري بشدة جراء وباء كورونا وهو ما استدعى التدخل بإقرار مدموعة من القرارات الاقتصادية العاجلة من بينها تخفيض الفائد على الودائع وإطلاق حزمة من الإجراءات لدعم الشركات وتشجيع الاستثمار والتصدير وفي الوقت الذي أثرت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية على خارطة العالم الاقتصادية وشكلت العديد من التحديات على مختلف الأصعادة تأثبت الدولة النصرية بكافة قطاعاتها مسرعة في وضع حلول استباقية للتداعيات والانعكاسات السلبية والسيناريوهات المحتملة وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف أثار تلك الأزمة بمختلف جوانبها على المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً مع وضع تدابير والسياسات المالية والنقدية اللازمة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية واستقرار أسعارها هذا إلى جانب تقديم حزم تحفيز مالية لتحسين أداء مختلف القطاعات ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي ترجمة نانسي قنقر